في الذكرى الأربعين لمقتل أيقونة الانتفادة الإيرانية قبر محصى أميني قبلة للمحتجين وسلطات طهران تقوم الاحتجاجات بالقمع والتعتيل أم المفت مصافي طهران على خط الاحتجاجات والجامعات تواصل ثورتها واستجابة واسعة لدعوات الاحتجاج في المدن والحدث تفتح اليوم ملف مقر خاتم الأنبياء الذراع الاقتصادي للحرس الثوري إمبراطورية المال والفساد والاقتصاد السري أهلا بكم على مدار الساعتين القادمتين سأكون معكم سنخصص الساعة الأولى كاملة لشأن الإيراني أما الساعة الثانية سنخصصها لشأن اليمني نبدأ إيرانيا من رصد بعض الأحلاث التي دارت خلال اليوم ثم سنفتح هذا الملف المهم وهو ملف هذه الإمبراطورية الاقتصادية الكبيرة التي شكلت 140 مليار دولار من الاقتصاد السري فقط في الداخل الإيراني نبدأ برصد هذه الأخبار واستجابة لدعوات أحياء الذكرى الأربعين لمقتل محسى أميني الفتاة الكردية التي قتلتها شرطة الأخلاق لتصبح رمزا للانتفاضة الشعبية في إيران احتشد متظاهرون إيرانيون عند قبر محسى أميني في سخز ليشاركوا في أحياء الذكرى الأربعين لمقتلها ورددوا شعارات مناهضة للنظام الإيراني رغم فرض السلطات الإيرانية إجراءات أمنية مشددة في محيط قبرها وفي المدينة في مسقط رأسها وكانت عائلة محسى أميني تلقت تهديدات في الأيام الأخيرة لإجبارها على عدم إقامة مراسم تابين كما قامت السلطات باعتقال شقيقها بحسب منظمة حقوقية ورغم فرض السلطات حجبا للإنترنت في المناطق الكردية تمكن ناشطون من نشر مقاطع تظهر وقوع اشتباكات بين المحتجين في محيط مقبرة محسى أميني والأمن الإيراني تحديد تحديد أمين أليسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ذكرى مقتل محصى أميني والدعوات العامة للخروج في هذا اليوم لقد تجاوبا كبيرا من مختلف قطاعات المجتمع الإيراني شوارع المدن الإيرانية وما يدينها شهدت احتجاجات وهتفات مثل هذا العام عام الدم سيسقط فيه المرشد خامنئي والموت للديكتاتور المرأة الحياة الحرية كلنا محصى قاتلوا لنتفائل أو نقاتل وهو ما قاد إلى مواجهات عنيفة مع الأمن الإيراني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وكالعادة كانت الجامعات الإيرانية في مختلف المدن في طليعة المشهد الاحتجاجي ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ايضا من المشاهد المهمة اليوم لاحتجاجات داخل بزار طهران اشتركوا في القناة وتأكيدا لدخول عمال النفط على خط الاحتجاجات اليوم اعلن عمال مصافي طهران الانضمام لحركة الاحتجاجات الشعبية وقد سبقهم في ذلك عمال مصافي عسلوية وعبدان وغيرها اشتركوا في القناة اليوم وهو هذا الحضور النسوي في هذه التظاهرات اربعون يوما من التظاهرات ومن الاحتجاجات ومن الصمود ايضا في الشارع الايراني كلها بسبب محصى اميني وكأن ذكرى مقتل محصى اميني اعادت بعث روح جديدة في الاحتجاجات المستمرة منذ اربعين يوم محصى اميني التي اشعلت شرارة احتجاجات غير مسبوقة نتذكر معها اخريات ادى مقتلهن الى ازكاء زخم الثورة واستمرارها من هن هؤلاء وما هي ظروف مقتلهن محصى اميني مقتلها اشعل نار الاحتجاجات في ايران فتاة كردية اسمها الحقيقي جينا كانت في زيارة لاقاربها في طهران فاعتقلتها شرطة الاداب بتهمة عدم ارتداء الحجاب الكامل ولقيت مصرعها في مخفر للشرطة الايرانية المتخصصة في قضايا الحجاب ايضا نيكا شاكارمي في اخر مكالمة هاتفية اجرتها مع صديقتها ابلغتها بانها مطاردة من قبل عناصر الامن وجدت جثتها بعد عشرة ايام لتعلن السلطات الايرانية بانها سقطت من مكان مرتفع الامر الذي رفضه اهلها خصوصا مع تأكيدهم وجود كدمات على جسدها ايضا سارينة اسماعيل زادة مراهقة تبلغ من العمر ستة عشر عاما عند وفاتها وبحسب تقارير المعارضين للنظام الايراني فقد قتلت سارينة نتيجة تعرضها لضربات بالهروات من قبل قوات الامن خلال الاحتجاجات نيفين عبد الملكي طالبة كردية لا يزيد عمرها عن واحد وعشرين عاما قتلت ايضا جراء تعرضها لضربات متعددة بالهروات من قبل قوات الامن في مدينة هامدان غرب ايران وذلك خلال مشاركتها لاحتجاجات التي تعم البلاد وكشف ناشطون بان اهلها وصديقاتها هددوا من قبل او هددوا من قبل الامن الايراني بان لا يبوحوا باسباب مقتلها او يتحدثوا للاعلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ورصد كثير جدا في مصارها انطلاقا من مجموعة من النقاط التي سنركز عليها وربما النقطة الأبرز التي تساءل البعض عليها كثيرا لماذا لم يكن للأحوازيين هذا الحضور البارز كما كان للكرد هذا الحضور البارز كما كان للآذريين هذا الحضور البارز وكما كان أيضا للبلوش حضور بارز أسئلة كثيرة أطرحها مع ضيفي هنا في الستوديو المتخصص في الشأن الإيراني في الأستاذ موسى الشريفي أستاذ موسى أهلا بك شرفتنا سؤال سريع عن الأحواز وهو أنهم لم يلبوا ذلك الطموح الذي كان يريده الشارع الإيراني إذا قورنوا بقوميات أخرى ربما تكون القومية الآذرية كانت حاضرة البلوش كانوا حاضرين بقوة الكرد هم اللي يفجروا هذه الثورة وهذه الانتفاضة من خلال محصى أميني الفتاة الكردية هل هناك خطوط حمر للأحوازيين في هذه الاحتجاجات خلال الأربعين يوم التي مرت؟ نعم في الواقع الأحوازيين هم بكل تاريخ إيران المعاصر بكل الحركات الثورية حركة تعميم النفط وغيرها كانوا سباقين في كل تلك الحركات وكل تلك الانتفاضات حتى بثورة 1979 كانوا الأحوازيين ومعروفين قيادات الأحوازية حتى بعض المدن الأحوازية انتصرت قبل انتصار الثورة الطهران كان الرجل الديني المعروف آيت الله خاقاني هو اللي كان يقود الحركة فبالتالي يعني مصير الأحواز هو يتعين من خلال مصير إيران ككل لأنه كرس على الأحواز وضع حقوقي وتاريخي وهي يعني تعتبر جزء من إيران فبالتالي كل ما يحصل في إيران هو يحصل في الأحواز لكن هذه المرة حقيقة النظام الإيراني بعد تجربة الحراك اللي حصل في عبادان إثر سقوط العمارة والانتفاضة العرمة اللي كانت في الصيف المر علينا هذا المبنى المهم نعم وثورة العطش اللي سبقتها قبل سنة هذه الانتفاضة الوسيعة اللي استمرت حوالي شهر زمان في الأحواز أعطت النظام تجربة بأن الأحواز إذا أثارت خاصة الأحواز فيها يعني النفط البتروكيميات صهر الحديد صنع فولات كل هذه بالأحواز تروت إيران كلها أو موظمها في الأحواز نعم شريان حيوي ويعني لإيران يعتبر الأحواز بالإضافة إلى أطلالتها على المياه الخليجية فبالتالي النظام قام بضربات استباقية قبل الحراك يعني الآن الأحواز بالظهر هي يعني ليس بارزة لم تكن مشاركة بالقوة نعم ولكن شهدائها الآن من يوم اللي صار الحراك يعني مهسى أميني أصبحت أيقونة لحد اليوم هناك خمس شهداء قدم الأحواز لهذا الحراك قبل أن يكون يعني نحن نتكلم عن حوالي 250 قتيل بهذه الثورة أو نقول 300 إذا أتقسمهم على كل المدن الإيرانية حصة الأحواز لم تكن أقل من حصص المدن الأخرى ما عدا زاهدان التي قمعها النظام بحق طائفي يعني قتلهم بحق طائفي هذا في معزل عن الآخر لكن الأحواز في صمتها قدمت أربع شهداء أبرزهم كان عماد حيدري الناشط هناك نشطاء أهوازيين بارزين سجنوا مثل سعيد هليتي اللي هو شاعر بارز بالوسط الإيراني معروف مترجم وكاتب فالأهواز حقيقة ضربت بضربات استباقية ولكن رقم هذا ظهرت الأهواز بمظاهرات في زيتون كارمندي في كيام بارس في مناطق أخرى لكن قمعت واعتقل الكثيرين اليوم كانت في الأهواز مظاهرة أيضا في جامعتين جامعة الحرة قبل يومين كانت جامعة شابور قديم أو جامعة شريعتي كما يسمونها يعني هناك حراك موجود لكن الضربة الحديدية والوضع الأمني والجو الأمني الذي فرضه النظام على أهواز نظرا لأهميتها أسكتهم يعني يعني حالة دون بروزها أنا لا أريد أن أغيب ما يحدث على شاشتنا من العواجل التي نراها الآن يعني هناك وكالتنا أنباء تابعة للسرطة القضائية تقول تلت مسلحين نفذوا هجوم إرهابي في شراز وفي أيضا قتل 13 ومقتل 13 وصابة 10 في هجوم على ضريح في شراز شراز تزهر نعم شراز مدينة فارسية نعم مدينة فارسية نتحدث هنا وهنا نقطة مهمة جدا نعم يعني النظام يسوق لمفهوم أن ما نراه الآن هو ثورة قوميات نعم القوميات بعضها يتراجع زي الأحوازيين لا يريد أن يؤكدوا ما يريده النظام وتأكيد فكرة أنها ثورة للكل نعم ثورة شعب بكل قومياته ومذاهبه وأطيافه ضد النظام شراز الآن ما الذي يمكن أن تمثله شراز مدينة بالإضافة الأصفهان من المدن ذات التقل الفارسي الكبير نعم شراز أولا مدينة فارسية شراز شهدت في السنوات الأخيرة حراك مدني كبير جدا حراك مدني سياسي وهي كان يجتمعون الناس والنشطاء بمناسبات تاريخية مثل اليوم كورش الأخميني اللي هو مدفون في شراز مثلا فهذه المدينة لها رمزيتها هناك أحد أبرز شعراء إيران سعد الشرازي وحافظ الشرازي بهذه المدينة هذه المدينة كانت عاصمة للزنديين يعني عاصمة قبل لا تكون طهران عاصمة فهي لها يعني تاريخة والحقيقة لما تتحرك شيراز وأصفهان وطهران وهذه المدن الكبيرة التي تشكل الهوية الإيرانية الفارسية أو كما نقول الهوية المركزية لإيران نعم فهذه يعني تعد يعني نقطة إيجابية جدا بهذه الحراك لكن المدن اليوم كانت أكثر المدن هي يعني ثائرة مثلا طهران كل المناطق داخل طهران وما تحيط بطهران مدينة أراك الجامعات في أراك مدن يعني سقز بانئ سنندج في شمال إيران مثلا قيلان كل هذه مشهد أراك مدينة فيها حساسية شوي لأن فيها مجمع نووي نووي نعم وبالتالي مجمع أراك النووي الكبير نعم ومحسوبة عن المركز الإيراني وحينما يحدث فيها ثورة يكون هناك فيها خوف كبير نعم نعم أو تعامل هي بالواقع أستاذ محمود الحراك الثورة هذه ثورة بكل مفاهيم لكن النظام يريد يجعل منها استدامات عسكرية يريد يخلق منها نوع من التصادم والعنف يريد يعسكرها كما عسكر النظام السوري الحراك المدني والسلمي للسوريين وبالتالي تارة يتهمها بالانفصالية حركات انفصالية لأن لبنية محسى أميني هي كردية لكن الفيديوهات التي ظهرت لها هي تتكلم بالفارسية وتغني بالغنى الفارسي وهي تعتبر إيرانية بكل ما تعني ولما قتلت محسى أميني قبل لمدن الكردية تظاهر تظاهر الناس أمام المستشفى في طهران وهي أصبحت أيقونة لكل الإيرانيين بكل أطيافهم وبالتالي النظام يحاول يجز هذه الأشياء ويحاول أن يوحد صفوفه أمام تهمة أن هؤلاء انفصاليين ويردون يجزون البلد وهذا حقيقة لا ينطلع على الإيرانيين لا على الفرس ولا على القوميات الأخرى وحتفوا الناس في طهران كردستان بولوشستان تشمو شراغ إيران يعني الكردستان وبلوشستان والمناطق الأخرى هي عيون إيران هي إيران يعني فهذه الهتافات المليونية والجماهير في طهران وفي أصفح توكد أنها ثورة مراطن بغض النظر رفضت ما يسوق له النظام طيب عندي ملحظة أخرى خلال 40 يوم الماضية مهمة جداً وهي تتعلق بمسألة أن كل الاحتجاجات التي كانت سابقة يعني وئدت في مهدها اللي خدت 6 أيام والأكثرهم خدوا 11 يوم هذه حتى أمام أكثر من الآن من 40 يوم وبالتالي ما السبب هل هو ضعف النظام أم قوة الشارع يعني هل الحرس السوري لم يدخل بشكل قوي وهل الكتبات التي تقول أن هناك خلاف ما بين العمائم والحرس السوري على من يأتي بعد خمنئ صحيحة وبالتالي الحرس السوري لا يريد أن ينزل بثقة له كاملاً في الشارع أدى ذلك إلى استمرار التظاهرات في الشارع ولو كان نزل الحرس السوري ما كانت استمرت 40 يوم هذه المقولات صحيحة أو لديها؟ يعني حقيقة هذه المظاهرة هي أولاً تختلف تماماً شكلاً ومضموناً من سابقاتها يعني سابقاً كانت المظاهرات تبرز مظاهرات معيشية أو مظاهرات لتيارات محسوبة على النظام مثل تيار الإصلاحي لما أطلع 2009 تزوير انتخالات نعم كانت هذه المظاهرات أحياناً خجولة حتى الناس الذين كانوا ينضموا تحت مظلتها يتفرقوا بسبب خطابها لكن هذه المظاهرة هذه المظاهرة مظاهرة عارمة تختلف مع النظام بكل ما النظام يعتبره مفاهيم وهوية له مظاهرة الجيل الشباب مظاهرة النساء النساء اللواتي يعني لهن صراع طويل مع بدء تأسيس الجمهورية الإسلامية هناك فجوة فجوة بين النظام وبين النساء الإيرانيات حتى النساء الإيرانيات المسلمات يعني المحجبات لا يقبلنا بهذا بما يقوم به النظام هناك نساء الآن مسجونات في داخل السجن الإيراني بهذه الفترة هنا محجبات ولكن اعلنا موقفهم ضد النظام وبالتالي هناك فجوة بين النظام وهوية النظام التي يعرفها ويريد أن يطبقها على المجتمع العراق وبين الجيل الجديد جيل الذي يواكب العالم بالإنترنت بالسوشيال ميديا يرى العالم يرى ما يدور حوله تبديد دراسة الثائر يعني دائما هناك ثائر ومثار عليه نعم الثائر الذي نتحدث أنا وأنت عنه الآن وهو الشعب وهذا الجيل تحديدا لكن لماذا لا ندرس أو نركز أو نفسر ضعف النظام المثار عليه يعني هو نفسه هو نفسه النظام الذي لديه يعني يدي قوية وبطش في الشارع لماذا هذه المرة بهذا الهوان هل علي خمينئي مريض سبب مرضه هل هناك ارتباك هل هناك خلاف بين الجنرالات والعمائم فعلا هو حقيقة أهم أسباب استمرارية هذه الحركة كما تفضلت يعني اليوم دخلت يومها الأربعين نعم أهم أسبابها هو أنه هذه المظاهرة توسعت والأسباب التي تظاهر عليها الناس والشعار والهتافات تختلف عن سابقاتها يعني عندما تكون يعني النظام هو هو بقوته النظام هو هو لكن الذي قوي الشارع نعم الشارع قوي أصبح أقوى من النظام الشارع قوي نعم والميزة الأخرى أن هذه الاحتجاجات تقودها النساء وجيل الشباب وهذا الجيل يختلف تماما عن النظام الإيراني بالهوية والمفاهيم يعني النظام الإيراني يريد يطبق ما يؤمن به حتى الجيل يقولون حتى لو كانوا أهلنا سنة 1997 انتخبوا هذا النظام نحن لا نريد هذا النظام ولا يعنينا هذا النظام لأننا جيل الجديد 79 فبالتالي حقيقة هناك فجوة بين النظام وبين الشارع والنظام الإيراني الجمهورية الإسلامية لا تريد التراجع لأن النظام إذا تراجع أمام الشاعر سيفقد هويته ويواجه أزمة في الهوية وبالتالي إذا واجه أزمة بهويته فرح يسقط فهو لا يريد أحد البرلمين قال إما أن يبقى كما هو أو يزول كما هو أو يزول هذه النقطة أنا بشكرك سيد موسى الشريفي وهو باحث في أشان الإيراني شرفتنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا إلى العنوان الثاني في هذه الساعة وهي إيرانية بامتياز العنوان الأهم يعني خاتم الأنبياء إمبراطورية الفساد أو إمبراطورية المال أو إمبراطورية الاقتصاد السري التي يديرها الحرس الثوري ويسيطر على إيران بشكل كامل يقول الخميني لولا حراس الثورة مكانة الدولة هذه مقولة توضح أهمية الحرس الثوري في الدولة الإيرانية في عهد المرشد الأول كان الحرس بعيدا عن الثروة بشكل كبير بسبب رؤية الخميني لضرورة فصل الجنرال عن التومان لما فيها من مفسدة ثم جاء خامنئي فتغير الحال يقول البعض إن خامنئي رأى بعد الحرب العراقية الإيرانية أن القطاع الخاص والحكومي وحدهما لن يقدر على إعادة الإعمار فلاجأ إلى القدرات البشرية والإمكانات الكبيرة للحرس لكن السبب الحقيقي أن خامنئي الذي قرب الحرس أراد ضمان ولاء قادته في ظل تشكيك قطاع من المراجع في أهلياته لتقلد منصب الولي الفقيه كان القرار إنشاء مؤسسة مالية تابعة للحرس الثوري تسند إليها كافة المشاريع الكبرى وفي عام 1989 تم بناء مقر خاتم الأنبياء الذي سيصبح بعد سنوات أهم كيان اقتصادي في الجمهورية الإيرانية في تلك الفترة كان يتولى رئاسة البلاد الرئيس هاشمي رافسنجاني الذي أيد بكل قوة دخول الحرس الثوري المجال الاقتصادي في البلاد وكما كانت الحرب مع العراق هي السبب في إنشاء مقر خاتم الأنبياء جاءت العقوبات الأمريكية لتثبت إقدام الكيان وتثبت أقدام الكيان الأكثر رواجا في الحالة يرى خبراء اقتصاديون أن العصر الذهبي لمقر خاتم الأنبياء هما الثماني سنوات فترة ولاية الرئيس أحمد نجد بسبب العقوبات الاقتصادية والحقيقة أن فترة أحمد نجد كانت عصرا ذهبيا بسبب ارتباط بالحرس الذي كان من بين جنرالاته كما أنه عندما كان حاكما لطهران منح خاتم الأنبياء العديد والعديد من المشروعات عندما اشتدت دراوة العقوبات الأمريكية على طهران بدءا من عام 2011 توسعت مشاريع مقر خاتم الأنبياء ليدخل سوق النفط الإيراني وتولى المقر مشاريع عديدة لتطوير حقول النفط والغاز في البلاد ومن ذلك اليوم بدأت الامبراطورية الاقتصادية للحرس الثوري في النمو بسرعة كبيرة بداية من عام 2014 بدأ المقر في امتلاك العديد من الشركات الاستثمارية إلى أن وصل عددها 800 شركة في مرافق النفط والغاز الطبيعي والطاقة وامدادات المياه والبناء والصناعات البحرية والموانئ والنقل البري والنقل البحري وصناعات التعدين والمناجم وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصرف الصحي والبرامج الثقافية والتعليمية كما استغل الحرس الثوري العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران ليوسع من دائرة استراد السلع والبضائع المهربة هذا يقود إلى الاقتصاد السري خلال ثلاثين عام أنشأ الحرس الثوري امبراطورية اقتصادية سياسية وضعت تحت يدها اقتصادا سريا يقارب حجمه المائتي مليار دولار أخيرا يمتلك الحرس الثوري اليوم من ستين إلى سبعين رصيف بحري أو مينة بحري لا تخضع لرقابة البرلمان ولا لدوان المحاسبة ومن فجر هذه القضية كان مرشح الرئاسي مهدي كروبي في 2005 عندما اتهم الحرس الثوري بإدارة موانئ سرية لتهريب السلع إلى الداخل موضوع شديد الأهمية لأن من يملك المال في إيران يملك السلطة وكان يقولون من في يده سلطة الولاية وفي يده سلطة السياسة يحتاج إلى سلطة المال وبالتالي تكون كل السلطات أصبحت في يد سلطة واحدة أو شخص واحد وبالتالي الحرس الثوري أصبح هذه الامبراطورية الكبيرة ونقش هذا الموضوع مع الدكتور نبيل الحيدري الكاتب والمختص في الشان الإيران نبيل أهلا بك ختم الأنبياء تمثل دولة داخل الدولة الآن هناك اقتصاد غير الاقتصاد الموجود في الميزانية وتقره الحكومة كل عام يصل إلى 200 مليار يديره الحرس الثوري بالإضافة لختم الأنبياء كمؤسسة تدير كل شيء وتسيطر على كل شيء فكيف يمكن رصد الوضع من انطلاقا من خاتم الأنبياء تحديدا تحية لك أستاذ محمود ومشاهدي قناة الحدث حقيقة سؤال جوهوي قواعد خاتم الأنبياء هذه مؤسسة خاتم الأنبياء هي تمثل الدولة العميقة حقيقة تمثل العصب الاقتصادي للحوس الثوي كما تعلم أنه الخميني لم يؤمن بالجيش لذلك أسس الحرس الثوي والمادة 150 من الدستور تتحدث عن الحرس الثوي كحامل النظام والحاجة إلى مؤسسة عقائدية لأن الجيش ليس مؤسسة عقائدية حقيقة وكان يخاف الخميني من انقلاب الجيش عليه كما حصل في المشروطة وغيرها فلذلك أنه طبعا كما تفضلتم أنه بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية طبعا صارت عندنا جنرالات الحرس الثوي فأعهد إليها البناء إلى المؤسسات الدولة ثم تأسس خاتم الأنبياء قوته وجبروته عندما أطلق يده محمود أحمدي نجاة حقيقة لأنه سمح للبيتوكيميات النفط الغاز شركات التالي وغيرها في ثلاث محطات زمنية في عمر ختم الأنبياء يعني هناك من يتحدث على أنها كانت موجودة من سنة الثمانين لغاية سنة الثمانية وتمانين هذه محطة لم تكن ظاهرة لأن الخميني كان يباعد ما بين الجنرالات والبزنس ثم بموت الخميني سنة تسعة وتمانين تولى علي خميناء وبالتالي هناك عهد من تسعة وتمانين لسنة ألفين وخمسة كان رفسنجاني يسمح لهم بالعمل لكن بشكل قليل من ألفين وخمسة تحديدا حتى الآن هي فترة الابتلاع الحتان البزنس الإيراني يعني لو تحدثني عن المحطة التي تلت تسعة وتمانين تحديدا اللي هو رفسنجاني اعملوا لكن بشرط دعم لا تبتلعوا الاقتصاد كله صح صح طبعا كما تفضلت أنه الخميني كان لا يقبل دخول الحرس لا في السياسة ولا في الاقتصاد بعد وفاة الخميني تسعة وتثمانين حقيقة رفسنجاني هنا كان اللاعب الأساسي سمع لهم بجزء من الاقتصاد ولم يسمح لهم بالسياسة هذه فترة رفسنجاني إذن هم كانوا مسؤولين عن شركات أعمار البنى التحتية التي تهدمت في الحرب لثمان سنوات حقيقة هذه الجنرالات بدأت تحصل على من الثورة إلى الثروة والمال وصارت جنرالات قوية جدا هذه الفترة حقيقة أيضا نجد أنه عنفوان الجنرالات مثل رفيق دوست رفيق دوست هو مجرد سائخ للخميني صار عنده شركة للطيران شركة للأدوية وصار إمبراطور جدا هؤلاء الجنرالات الجنرالات الحرب وما يسمى بالحرس القديم صاروا إمبراطوريات فطلا بعد انتهاء الحرب حتى يجغلوهم حقيقة في الاقتصاد ومن هنا تكونت ثروة هائلة لهم في زمن رفسنجاني الراعي للحرس الثوي مع تحجيمه جزء من الاقتصاد ومنعه من السياسة ثم بعد رفسنجاني الخامنئي أدخلهم لا أكثر في السياسة وفي الاقتصاد بسط يده أحمد نجات هذه الفترة الجبروت لها التي وصلت إلى إمبراطوريات في الداخل والخارج ومنها الخارج فيدق القدس الذي سيطر على الدول العربية بل سيطر على مافيات يعني مافيا في أمريكا اللاتينية في فنزولا شركة إدكا لمن؟ غسيل الأموال التعامل مع تهريب المخدرات إلى الأمريكيتين وإلى أوروبا وغسيل الأموال وسيطروا على حتى البنوك في العراق ولبنان هذه الفضاء هذه كلها من مافيات الحرس الثوي إذن كان لهم علاقة مع المافيات وأخذوا أموال لذلك يعترفون الميليشيات في العراق كانت تأتيهم مليارات كما ضبطت هذه مثلاً لبدوا حتى ينجحون في الانتخابات إلى حزب الله حتى يسيطر على الساحة حتى حماس قالت نحن أخذنا كاش أعطانا قاسم سليم ما قدرنا نعبره بالطائرة لكثرته كاش فإذن هذه إمبراطورية الحرس الثوي التي جعلت منها فساد كبير هيمنة على البلد هي الدولة العميقة التي تحكم بجبروتها كانت 800 شركة الآن أكثر من 5000 شركة أكثر من 5000 مقاول أكثر من 10 000 مشهور وهي مهيمنة في مختلف دول العالم يعني هنا في بريطانيا التصور وعدهم مسؤولين في الحرس الثوي هناك مركز تابع إلى ولاية الفقه يسمى المركز الإسلامي يهيمنون عليه وفيه قيادات في الحرس الثوي أسسوا جامعات الكلية الإسلامية رأيسوها من الحرس الثوي إلى أوكسفورد الجامعة الحرة مسؤول في الحرس الثوي دخلوا وتوغلوا على شكل خلايا بعناوين وزعماء للحرس الثوي وخاتم الأنبياء لها شركات عديدة نعم في محطة 2005 دكتور نبيل هي المحطة التي حكم فيها الحرس الثوي إيران كرئيسة جمهورية لأن أحمد نجاد جنرال من جنرالات الحرس الثوي كان محافظ لطهران خريج هندسة طرق وبالتالي حينما كان أصبح رئيسا أعطى كل المناقصات وزادت ميزانية الحرس 210% وبالتالي هذه المحطة هي من 2005 حتى الآن دكتور إلى أي حد يمكن تشكلها في أنها تدير حتى العمائم يعني لم تقتصر على أنها تدير الدولة ولكن أيضا تدير الملالي فيما يتعلق بالصفقة التي تمت مع البزار وهو الخمس اللي ممكن يتم تجميعه بالضبط أحسنت أستاذ محمود حقيقة سؤال جوهوي فعلا أنه أحمل نجاة عندما أطلق يد الحرس الثوي في مختلف الميادين الاقتصادية سواء كانت تجارية عسكرية أمنية تصور المفاعلات النووية ما صدر من تقرير عن الحرس الثوي أنها أنفقت عشرة أضعاف ما أنفقت في الحرب العراقية الإيرانية فإذن هذه كمية ونوعية لاحظ المصاريف التي يصفها الحرس فضلا أن الدولة تخصص لها الميزانية أضعاف للجيش ولكن الخامناء قال أنه فيدق القدس يأخذ تسعين بالمئة من بعض الشركات وأيضا هم ما أخذوه بعنوان المافيا من الدول من العراق من لبنان من غيرها فإذن بسطت يدهم إلى درجة أحمد نجاة تغولهم قال في آخر أنه الأخوة المهربين لأن هذه الموانئ مسيطرة عليها من الحرس الثوي وهم يهربون إلى الخارج كيف تصل هذه المليارات إلى الحوثيين إلى الميليشيات في عراق إلى حزب الله في لبنان إلى سوريا وتعلم أنه فقط في سوريا مثلا قتل ثلاثة آلاف وخمسمائة من الحرس الثوي هذه صورهم وهذه أسماؤهم إذن كان لها دور في الأموال في المؤسسات كيف تهدد الآن مهيما على سوريا جزء كبير منها الحرس الثوي حقيقة مدن كاملة سواء كانت على الحدود أو غيرها فهذا التغوغل إلى درجة أنه أحمد خاتمي شكا منه ولكن مسؤول الحرس ماذا قال قال من يتجرع على الحرس نقطع لسانه حسن روحاني شكا من تغوغله في هذا الاقتصاد لأنه عمل الانتفاق النووي ولكن هؤلاء عندما جاءت الشركات لم يسمحوا لهم وإنما الحرس الثوي أخذ كل الصفقات التجارية والعمرانية والعقود أزمة مطار الموش تصوّعوا يعني تتذكر دكتور نبيل أزمة مطار الخمين حينما افتتح ومحمد خاتمي لكنه لم يسمح بشركات الحرس الثوري قالوا له لن يتم فتح المطار وفعلا لم يفتح المطار وانتصر الحرس الثوري وهزم محمد خاتمي حينما كان رئيسا في 2004-2005 في آخر أيامه في نقطة دكتور تتعلق بالإجابة على لماذا هذه بلد غنية جدا وشعبها فقير خاتم الأنبياء تجيب على هذا السؤال لأنه في 200 مليار لا يدخلوا موزنة الدولة ولا ينفقوا على الشعب لكن في 200 مليار اللي هم يمثلوا الثقل الحقيقي للاقتصاد الإيراني يذهب كاملا إلى الحرس الذي ينفقه على نفسه وينفقه خارج إيران يعني إما في اليمن أو في لبنان أو في العراق أو في أماكن أخرى وبالتالي هذا هذا هو سر الإجابة يعني من يريد أن يعرف الإجابة على لماذا نحن أمام دولة غنية لكن شعبها فقير يذهب إلى خاتم الأنبياء هل هذا التصنيف صحيح؟ هذا صحيح 100% طبعا خاتم الأنبياء تمثل جزء من المافيا التي أخذت الأموال والفساد الموجود يعني هناك اعتراف في الفساد كما تعلم أنه صار تسريب رئيس الحرس محمد علي جعفري ونائبه عندما وهو يشير إلى قاسم سليماني وقالباف رئيس البرلمان وحسين طائب الذي هو رئيس استخبارات الحرس الثوري وهناك هذا عمل ضجة كبيرة واعترف الحرس الثوري وحامل الصغار الموظفين لأنه قالباف كان محافظ طهران حقيقة ونائبه بعنوان أن يوجع الأموال ويضعه في السجن لثلاثين سنة فالحرس الثوري ليس فقط يصرف على هذه الدول وإنما يصرف حتى على اللوبيات اللوبي في واشنطن اللوبي هنا في لندن اللوبي في أوروبا الذي يفعل فعله حتى اقتصاديا يعني مليارات الدولارات صفقة واحدة في واشنطن مئة مليار جعلت العقود إلى الطيران إلى صالح إيران فهذه اللوبيات التي يصرفها الحرس الثوي هذه بعيدة عن الدولة لذلك إيران غنية جدا عندها زراعة وصناعة وبلد فيه أنواع المعادن والمناجم لكن شعب فقير أربعين بالمئة تحت خط الفقر بالسبب أنه أولا الحرس الثوي لاسية مع خاتم الأنبياء الذي هو هذا الإمبراطور المالي وأيضا مؤسسات المرشد يعني نفس المرشد ومؤسساته ومجتبى ومؤسساته هذه تمتلك نحن لاحظ مهدي طائب رئيس خاتم الأنبياء أخوه حسين طائب الذي هو من رئيس استخبارات الحرس فسادهم أجبر خامنائي أن يعزل حسين طائب من استخبارات الحرس الثوي مع أنه هذا محسوب على مجتبى خامنائي مثل رئيس حماية المرشد فيلق ولي الأمر من الحرس الثوي الذي إبراهيم جباري عزله المرشد وهو محسوب على مجتبى خامنائي إذن الفساد الذي موجود حتى كثير من الشركات يعني هذه الشركة الغاز التي عملوها مع قطر أول يوم تهدمت هذه الحرس الثوي لأن كانت فاسدة مليارات هو يعترف الحرس بأنه حتى أرجاعه أكثر من ألف مليارات أرجاعها لماذا اعترف بفساده يعني أزمة كبيرة جدا دكتور حذر منها الخميني ورفسنجاني هم في ورطة الآن حتى لو أرادوا يعرفون ما نقول لك لأن لو أرادوا أن يصلحوا لن يستطيعوا لأنهم في أزمة كبيرة تسمح لي دكتور سعود إليك وضح بعض الشيء هو في أزمة كبيرة تتعلق بنقطة مهمة جدا وهي أنه كان يريد أن يقول لا الجنرال لا يجب أن يكون معه مال يعني لا تسمحوا للجنرالات بأن يعملوا في البزنس لأنه إذا ما امتلك المال والسلاح لن يستطيع أحد أن يقول له أخرج من الساحة يعني كما تحدثنا أدى تغول الحرس الثوري ومقر ختم من أنبياء على الاقتصاد الإيراني رويدا رويدا تتعالى الانتقادات والأصوات وتطالب خلوج الحرس الثوري من الاقتصاد الإيراني لكي يتمكن من التعافي الانتقادات خرجت من أكبر داعم لوجود الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني فبعد أن كان الرئيس الإيراني الأسبق هاشميرف سنجاني من أوائل الداعمين لإنشاء مقر ختم الأنبياء صرح وقال إن الحرس الثوري لن يكون سعيدا إلا عندما تصبح الدولة بأكملها تحت سيطارته كلمة شديدة الأهمية لدرجة أنه قال في أحد لقاءاته الصحفية القديمة لديهم الآن السلاح ولديهم المال فكيف سنخرجهم من الاقتصاد من المدهش أنه حتى أشد المقربين للحرس الثوري انتقدت دورة كبيرة لمقر ختم الأنبياء واحتكار السوق الإيرانية مع إشارة إلى الاقتصاد السري للحرس التهريب كان في عام 2011 خاطب أحمد نجاد مازحا قيادات الحرس الثوري ومقر ختم الأنبياء وقال لهم الإخوة المهربين مع العلم أن الرئيس أحمد نجاد هو من أخضع النفط عصب الاقتصاد الإيراني لهيمنة الحرس الثوري عندما عين نجاد رستوم قاسمي رئيسا لخاتم الأنبياء وزيرا للنفط بعد إبرام الاتفاق النووي مع الغرب في عام 2015 توقع العديد من خبراء الاقتصاد والإيرانيين زيادة الاستثمارات الأجنبية في البلاد وانتظر الجميع هذا الأمل ولكن لم يتغير شيء وتدهورة الأوضاع الاقتصادية والسبب هو سيطرة الحرس الثوري على الاقتصاد الإيران مقر ختم الأنبياء مدرج على قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للولايات المتحدة وأغلب المستثمرين الأجانب يخشون من الاستثمار مع كيان مصنف إرهابي لكن رغم ذلك هو يكتفي بأنه يحصل على الكحكة الاقتصادية الإيرانية كاملا خصوصا ثلاث مجالات مهمين في الاقتصاد الإيراني النفط والغاز والعقارات من يملك هذه الأشياء الثلاثة الزراعة 20% من الاقتصاد الإيراني وبالتاني من يملك هذه القطاعات الأربعة لا يمكن أن يترك إلا فتاتا للبزنس والبزار والأشياء دي أعود مرة أخرى للدكتور نبيل حيدري الكاتب المختص في شأن الإيراني وصاحب المؤلفات السبعة في كلها تدور عن إيران فيما يتعلق برجال البزنس غضب رجال البزنس الخاص غضب البزار وفي أقوال أن جزء من البزار لما دخل سنة 2009 كان دخل مع الثورة غضبا من الحرس الثوري لأنه أخذ كعكة البزنس ولم يترك له إلا فتات في مجال العقارات البنى في الطرق الكباري وأحمد النجاد كان متخصص في هندسة الطرق والكباري وأيضا في مجال النفط والكهرباء وكل المجالات الحيوية بالضبط أستاذ محمود حقيقة الحرس الثوي عندما توغل في الاقتصاد وتوغل في السياسة وصار هذا هو الإمبراطور الحاكم حقيقة لذلك وأينا تصريحات هاشمي وفسنجاني تصريحات محمد خاتمي تصريحات حسن روحاني وما وصل به حقيقة من الغوء والجبابوت مش واضح دكتور نبيل يعني لماذا غضب رجال البزار البزنس الخاص والبزار بوزرق مش واضح يعني مش ظهر في هذه الثورة يعني البعض كان يقول المعركة على أشدها في لقمة العيش ما بين رجال البزنس الخاص وهم شطار في الداخل الإيراني جدا ولديهم خبرة كبيرة وما بين الحرس السولي اللي ابتلع كل الكحكة الاقتصادية المفروض ده يظهر في الشارع ما ظهرش يعني لم نجد البزار كما كان سابقا البزار بوزرق أو البزار في أصفهان أو البزارات الأخرى المنتشرة في إيرانيا بالضبط لأنه هو نفسهم في العقود والعقابات والاستثمارات فلذلك أنت لاحظ أنه البازاريين هم تفقوا مع رجال الدين في إنجاح الثورة الآن أنت عندما تنقلب وتعطي هذه كلها بس لا زال لا بد أن نعترف أنه لا زال اليوم مثلا أغلق بازار طهران كيف أغلق بازار طهران في ذكرى أربعينية محسى أميني وهذه نحن نتوقع أنه امتداد لماذا؟ لأنه البازاريين الأصليين للفرش الإيراني واللوستر الثريات والفستق والمواد الغدائية والصناعية لا زالوا هؤلاء بزار الكبار لا زالوا في طهران ثم أصفهان ثم تبريز يشكنون هذا الثقل الكبير الذي بإمكانهم أن إذا عطلوا البازارات يعطلوا عصبا حيويا وهم ناقمين الآن على الدولة وعلى الحرس الثوي وعلى المرشد لذلك عندما يعطلوا نحن لاحظنا في بعض الانتفاضات السابقة 2009-2011 والآن بدأوا هم يتحركون لأنه اللقمة الكبيرة أخذها الحرس وبدأ ينافسهم في الاقتصاد والمفروض أنه ما يدخل في الاقتصاد كما تفضلتم من وصية الخميني لأنه الحرس الثوي عندما يدخل في الاقتصاد ويدخل في السياسة يفسد يعني الآن أبناء كبار المسؤولين في الحرس الثوي في ألمانيا ولندن وأمريكا في سيارات الفراري وفي الكبارهات وفي أماكن الغازينوهات فسدوا كثيرا لذلك هؤلاء البازارين الحقيقيين بتعطينهم اليوم هم حقيقة ونحن نتوقع أن تمتد لأنه أربعين يوم أن يمتد البازار في موقفه ضد الملال الذين انقلبوا عليهم وضد الحرس الثوي لكن هل الصراع واضح دكتور نبيل ما بين الآن يعني إذا كان الصراع واضح وجلي لكنه ليس هناك تعبير عنه ما بين رجال البازار والبيزنس الصغير وما بين الحرس الثوري الذي ابتلع الكحكة لكن هل الخلاف واضح ما بين الجنرالات اللي هم في الحرس الثوري والعمائم اللي هم الملالي وعلى رأسهم حتى علي خامنئي يعني علي خامنئي لو أراد الآن أن ياخد قرار ضد الحرس الثوري أو يغلق خاتم الأنبياء لن يستطيع يعني وبالتالي الصراع أصبح واضحا لن يستطيع لن يستطيع وبالتالي لماذا هذا الصراع مش واضح يعني ليس ظاهرا ما بين الجنرالات وما بين العمائم وهل سيفرضون شخصا على كيفهم كما يقولون بعد علي خامنئي بالضبط أذكرك أستاذ محمود في زمن حسن روحاني عندما شكى من تغوّل الاقتصاد خامنئي له خطبة واضحة أنه تكلم على تحديد الحرس الثوي عن الاقتصاد لكن لم يسمعوا كلامه هذا الغول الكبير حتى لو أراد تحجيمهم الآن مستحيل أنه يقدر هذا وصار دولة عميقة بإمكانها أن الآن هو حتى الجرائب تكتب من يعين الحرس الثوي مرشدا هل يقبل بمجتبة أو لا يقبل بمجتبة الآن الغول الذي عنده الاقتصاد هذا الجبار والسياسة والعسكر بهذا التوهيب حتى كان قاسم سليماني هو يتحدث من المرشد بعد خامنئي وكان هو يميل إلى مجتبة طبعا فلذلك طبعا أنه هذا تحعل لا تحترمات أنا متأكد هل دكتور نبيل أنت مع هذه المقولة البعض يقول إذا سقط هذا النظام لن يسقط بالكلية ستسقط العمائم وتبقى الجنرالات يعني سيسمح الجنرالات بأن العمائم تسقط لكنهم هم الذين يسؤسون نظاما على مقاسهم هل هذه المقولة توافق عليها؟ لا أنا لا أعرف أنا أعتقد أن المعام التي تحكم الآن هي متورطة كمافيا مع مافيا الحرس الثوي مع القتل ومع كل هذه الجرائم 43 عاما في الداخل والقارج سوف يسقطون كلاهما وتأتي القوى الوطنية لا سيما الجيش يحكم ويزيل العمائم والجنرالات حقيقة لأنه كلاهما فاسدان جدا وإيديهم ملطخة بالدماء جدا أنا أعتقد بالعكس لأنه ارتبط مصيرهم بكل الجرائم في النظام وهذا ما تحدث عنه حتى شخصيات مثل فائزة هاشمي ومير حسين موسوي ومهدي كروبي وحتى أحمد نجات نفسه تكلم شكرا جزيلا دكتور نبيل الحيدري الكاتب المختص في الشأن الإيراني شكرا جزيلا لك دكتور نبيل وصلنا إلى ختام هذه الساعة التي فتحنا فيها موضوع خاتم الأنبياء وأجاب على ذلك السؤال الذي يجيب لماذا هناك دولة غنية وشعبها فقير من يريد أن يعرف الإجابة يذهب إلى خاتم الأنبياء لأنه في 200 مليار من الميزانية لا تنفق ولا تذهب إلى الشعب الإيراني بالإضافة إلى الأربعين يوم من التضغرات التي مستمرة حتى الآن سنخرج إلى استراحة قصيرة بعدها نعود نفتح ساعة كاملة لشأن الإيراني ترجمة نانسي قنقر